اسلام لا انا ما نزلتش الميدان سنحق ايه تقال بس نزلت ساعد 25 يناير بس لما الفترة دي اطلق لان المجلس العسكرينا مقيدوا لان ما ينفعش حاجة لان هي تحصل تعركة لمسارة البلد لان احنا عايزين عاجلة التنمية تبدأ تشتغلوا الكلام ده كله ماشي اسلام انا مش معارضك في الكلام ده بس احنا فقط نتفرج على الناس على الهوى عمالة بتتصابوا عمالة بتموت تمام انا معاك انا معاك بس اللي بيتصابوا ما بيتصابوش بس من الناس الموجودة في التحرير بيتصاب كمان من الشرطة ومن الجيش طبعا انت موافق على الوضع ده اللي ما وقفش بغاية دلوقتي انا معاك ان هو مفروض يقف طيب وهو ده اللي على فكرة ده اللي كل الناس بتقوله انا عايزين ده الوضع ده يقف في الاول وعلى كده بقى نشوف يحل مشاكل لازال مفروض يقفى حوار بين الشباب وبين القادة السياسية ما ينفعش ان كل شوية صورة تعركة مسارة البلد طب انت ايه رأيك يا اسلم انت مع اللي بيحصل ولا ضده ولا انت شايد انا عملا يعني محب المشير اصلا ومعايا بس في قرارات برضو لي خاطئة ساعات يعني الضرب في الشعب اللي هو الضرب في مدار التعريد دلوقتي ده يعني شيء يأسف اصلا اللي بيموت من الداخلية اللي بيموت من الشعب لا هو ما حدش قال بص ما حدش قال كلهم مصرية هو بس محتوى الرسالة ببساطة لو الجيش كان ضرب من ساعة خمسة وعشفين يناير هي كل الفكرة بس انه جيشنا ومجدس العسكري هو الحاكم لبلدنا دلوقتي وهو الحاكم العسكري لنا يعني ده بشكل عام فالمسئولية على اللي بيحصل ده هو المنوض بي انه هو يتصرف فيها وانه يوقف ده يعني مفروض انه هو الحاجة دي هو انا عارف طبعا لبعا الكلام اللي قلت وده ناس كتير هتقولك في لول نظام ومش في لول نظام لا بص نظرية التخوين وان الناس تقول في لول نظام كل واحد ليه رأيه وفي ناس حاسة انها مغدوعة باكانس يعني اختلاف في الرأي لا يبسط للود القضية والمهم انه يعني هو السادر المشير نفسه طلع يعني لو عملنا استفتاءة وعلى استمراريه وعلى دي حاجة ترجع للشعب فهو ده شيء ديمقراطي طبعا هل كل مشجعين الالترس متطوعين ولا في اجر مادي ليكو او متطوعين كل لا مفيش اي اي اردوك يعني انتو انتو بتلموا من بعضكو المنتج المنتج بيعتبر من الحاجات اللي بتساعد الجروب اللي هو زي تشيرت الجروب ده ده منتج ممكن الكاميرا معانا تجيب التشيرت بتاع الجروب والشعار بتاعهم بتاع الريد هيل هو هو الشعار دقيق جومجومة جومجومة وفيها نار من فوق تعبر عن الجحيم الجحيم الاحمر ريد هيل جحيم الاحمر اه 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 اوكي طب واخدين جومجومة واحد فضائي دي يعني جومجومة واحد من عندنا لنا الارض دي ليه طيب هو كشعار طيب انتو ايه اهم نشاطاتكم بقى يعني ألترس اهلي وآ الزمعلك ايه ههم نشاطاتكم الفترة اللي جاية هل انتو هتكملوا انضمانكو لميدان التحرير يعني انت اسلام بتقول انه لأ انت مش هيتسنزل الميزان اشان انت والله انت انت على رأيك انت انت مقتنع بلي بيحصل اه لا مش مقتنع بلي بيحصل انا مقتنع pipeline الإن mexسكري في فرق بين انا مقتنع بكلام المجلس العسكري ومقتنع بلي بيحصل في التحرير انا مش مؤيد بلي بيحصل الاشتباكات ولهم دي كله مش مؤيد لان crescent اللي هيموت مصري بالزبف سواء جيش او شرطة او انما كمجلس اسكري طبعا موافق على قراراته جميعا طيب محمد انا رأي ان احنا يعني اه ماشي عايزين نعمل مظاهرة سلمية مش اقترب من كده اما نحتركش مع الداخلية تاني ومنخليش ان هو في فيه تور بيننا وبينهم من 25 يناير ده انا حاسه من بدان التحرير ان فيه تور الشعب عايز زيدر بحكومة كده تور بايد بينه وبينه بس اعتقدش انه من هم في الميدان عندهم برضو تور احنا برضو عندنا مشكلة دلوقتي ان احنا عملين احنا مش عارفين غاية دلوقتي ايوه كون نصبر عشان انتخبات خلينا نبقى موضعين احنا مش عارفين مين اللي بيلخيم اللوتوف ومش عارفين ازاي فيه زباط متصوارا هي بتضرب الناس بالنار اللي هو قصة انه الناس بتتضرب في عينيها ايوه يعني فيه حاجات كتير جدا ضبابية في الفترة دي محتاجين لها توضيح ومحتاجين من له السلطة وعنده اجهزة استغباراتية وعنده اجهزة امنية انه هو يقول لنا يعني اكشفونا المؤامرات يعني يمكن ان برح كان مدير امن السويس قال انه فيه اطفال في سن 13-14 سنة قال انه اكتشفنا انه هم بياخدوا 50 جنيه وانه فيه شخص هو اللي بيحردهم وانه فيه تحقيقات جارية عن الناس اللي بتحرد ناس انه هي تروح ترمي مولوتوف ويددهم بنزين ويددهم عاجات كده فنتمنى انه يتم الاعلام بقى عن مين احنا بنحارب مين او مين بيحاربنا ولا مين بيقعنا في بعض يعني احنا كلنا وطن واحد كلنا وطن واحد طيب في كلمة اخيرة تتعدى 30 ثانية عايز من كل واحد فيكو يقول كلمة نهائية باسم الالترس بتاعو سواء انتوا قاعدين في الميدان او مش قاعدين في الميدان تحبوا تقولوا ايه كختم لفخر اسلام كريدهل كريدهل في ناس مننا موجودة في الميدان بس دي حرية شخصية لانه هو مواطن وليح حرية التابعة لكن انتوا مشوهدين موحدين اه كجروب مفيش مواقف معهم جميل محمد لا احنا عمتا نزليني مجمعة مليونية الفرصة الاخيرة اه مليونية الفرصة الاخيرة وبعد كده هنرجع تاني بقى نكمل مسارتنا مع النادي الزماني طيب نتمنى لكم التوفيق في الاول ولا في الاخر التشجيع المحترم محدش يقدر يعترض عليه اهم حاجة بس ياريت نحترم القرارات اللي بتصدر من احد الكورة انه ده بيوقع جزائته بيوقع مشاكل على النادي وبيدرها ونتمنى تستمروا في تشجيعكم وتأييد الفرق وياريت لو حد محتاجهم في عمال خيرية من المنظمات الكتير المدنية دلوقتي يحاول يتصل بيهم بنشكركم كان معنا اسلام فؤاد المشهور بسيمسون كابو ألترس الاهلي وكابو ألترس الاهلي وكان معنا كمان محمد فتحي عدو حرفي شوية نايتس ازا مالك نورتمون يا شباب نور كمش مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا ونهاية يومنا كنا معاكم على هوا من 9 ال11 صباحا هنكون معاكم بكرة برضو من 9 ال11 صباحا وطأم عمل جديد نتمنى مصر بلدنا تبقى في افضل حال ياريت نحافظ على بلدنا وأرجوكو خافوا على البلد تحية مصر تحية مصر